السلام عليكم ان شاء الله هنكمل حل اكتاب الامتحان المراجعة النهائية انا النهاردة هحل امتحان شامل صفحة 200 نموذج رقم واحد بناء عن طلب كتير من الطلاب بخصوص الفصل الرابع انا فاضلي فيه في فيديو واحد ويخلص ان شاء الله ويالفصل السادس والسابع والثامن بيحلهم الاستاذ يحيا هتلاقهم موجودين في القائمة بترتبهم ان شاء الله هنبدأ حل السؤال الاول السؤال الاول بيقول يوضح الشكل ملف لو لا بي يمر بي طيار اي وطول وقل ومساحة اللفة ايه وعد لفات ال اذا تم ابعاد لفاته عن بعضها حتى اصبح طوله 3 ال فان كسافة الفي ده عند اي نقطة داخله وتقع على محوره هيحصل لها ايه تمام يبقى انا عندي ملف لو لا بي البي الخاصة بالملف اللولا بي بتعين من العلاقة ميو ان اي على ال ال فيه تغيير هيتم على الطول انا هبعد اللفات ده مش هيقصر على العدد ولكن هيقصر على الطول الطول هيزيد لتلت امثال يعني لو انا اعتبرت ان كل واحد من دول بقمته واحد عشان احصل التغير هقول ان البي بالساوي هل الميو حصلها تغيير لا فهحفظها بنفس مكانة عليه اللي هو الواحد لان افترضته عدد اللفات لما هبعد اللفات عن بعضها مش هيتغير فهحفظ مكانها بواحد الطيار كمان مش هيتغير لكن الطول هيبقى هيزيد لتلاتة طيب فكتبت التلاتة بدل الواحد عملتها تلاتة طيب كده الناتج بالقال حسبها يبقى التلت يبقى البي هيحصلها ايه هتبقى تلت مكانت عليه يعني الاجابة الصحيحة هتبقى رقم الف سؤال رقم اثنين في الشكل المقابل عندما يتحرك المغناطس في الاتجاه الموضح اي الاخترارات التالية يكون صحيح طبعا ده كده هيوضح لي ازاي بنحد اتجاه الطيار المستحس في الملف اللي هي عن طريق قعدة لنز هو المغناطس بيبتعد طبعا الملف مش هيسيبه يبتعد هيحاول يعاكس التغير ده فهيقوله قرب يجذبه ازاي ويشده ازاي يخلي الواجه القريب للمغناطس قطب ايه مخالف عشان يتجاذب معي يبقى هنا اين ولو هنا اين يبقى الناحية دي اس لقعدة اليادي اليمنى هنا اين يبقى كده اتجاه الطيار لأسفل يبقى المفروض الطيار هيكون متوجه لأسفل يعني هيمشي كده من بي الى ايه يعني من الجهد الاعلى الى الجهد الاقل لانه في المقاومة بيمشي من الجهد الاعلى لجهد الاقل والجهد الاعلى احنا بنعتبره المجب والجهد الاقل احنا بنعتبره السالب فنيجي نجاوب على السؤال بيقول لي الطرف وي من الملف قطب شمالي لا الطرف وي قطب جنو يبقى الف مستبع الطرف X من الملف قد بشمالي فعلا والنقطة B جهدها موجب فعلا إذا الإجابة الصحيحة هتكون رقم B السؤال رقم 3 في دائرة الطيار المتردد المقابلة عند غلق المفتاح K فإن زاوية الطور بين الجهد الكل والطيار أولا دي دائرة الطيار المتردد الفصل الرابع تعالوا نشوف إيه لا يحصل لو كان المفتاح مفتوح الأول الحالة الأولى المفتاح مفتوح عبارة عن أن عندي ملف ومقاومة ومصدر متردد دي كده الدايرة رقم 4 الدايرة رقم 1 دائرة مقاومة مع طيار متردد دائرة 2 ملف مع طيار متردد الدايرة 3 مكسف مع طيار متردد الدايرة 4 عبارة عن ملف ومقاومة مع مصدر الطيار المتردد وفيها فرق الجهد الكل بي توتل بيسبق الطيار بزاوية سيتا حيث أن السيتا أكبر من السفر وقل من التسعين لما إحنا نقف المفتاح إيه بساعتها المقاومة دي متوصلة على التوازي مع سلكفاضي وتتحول الدايرة دي إلى دائرة ملف بس مع مصدر للطيار المتردد يعني هتتحول من الدايرة رقم 4 هتبقى الدايرة رقم 2 في المنهج اللي هي فيها فرق الجهد بيسبق الطيار بربع دورة يعني 90 درجة يبقى إيه اللي حصل لزاوية الطور تحولت من سيتا اللي هي موصفاتها أكبر من سفر وقل من التسعين إلى سيتا قيمتها تسعين فكده زاوية الطور تزداد يعني الإجابة الصحيحة تكون رقم 2 السؤال لرقم 4 بيقولي يمثل كل شكل بياني عدد من الزبزبات لجهد متردد صادر عن دينامو مختلف X و Y ده كده بيمثل لجهد الناتج من الدينامو X وده الجهد الناتج من الدينامو Y وذلك في نفس الفترة الزمنية T يعني الزمن T دي هي نفس القيمة دي إذا علمت أن ملف الدنامو X وملف الدنامو Y لهما نفس مساحة المقطع يبقى الإيه واحدة ويدور كل منهما في مجال مغناطيسي لهما نفس الشدة يبقى الإيه والبي واحدة للاتنين فعايز النسبة بين عدد لفات ملف الدنامو Y لعدد لفات الملف الدنامو X خلي بالك عايز N Y على N X طب تماما الملف ده L M F صح والملف ده L M F L M F الخاصة بالملف Y عبارة عن ابن 2 by F على أساس إن أنا بتكلم عن الماكس القيمة العظمى تماما لما أجي أعمل نسبة بين Y وبين X فأنا مش هعمل النسبة بمساحة المقطع لإني قال لي واحدة في الاتنين وكسافة الفيض لإنها واحدة في الاتنين والاتنين مجدار ثابت موجودة عند ده وده والby نفس الكلام يبقى أنا هقول النسبة بالN والF والE M F Y بس يعني هقول E M F Y طبعا أنا أقصد الماكس على ال E M F X طب ليه كتبت ال Y على ال X يعني عشان يبقى شبه اللي هو طلبه هساوي N طردي يبقى قدام M F Y أكتب N Y والتردد طردي F Y برضو وتحت هنا N X و F X تماما نعود ال E M F Y نيجي هنا عند الخاص بالY هلاقي العظمى V N أو V O هنا عند الملف X في اتنين V O طيب بتساوي ال N Y مجهولة وال N X مجهولة ال F Y تردد بقى التردد بعروف ان التردد عبارة عن عدد الدورات على الزمن احنا عندنا الزمن واحد تعالوا نعدد الدورات عنده Y هدي واحد هدي اتنين هدي ثلاثة هدي اربعة يبقى عدد الدورات اربعة على الزمن وهنا ال F X هنعدد الدورات في الزمن ادي واحد ادي اتنين يبقى اتنين على T تطير طر مع T يبقى انت عندك الناتج على اتنين فهل واحد على اتنين فهل اتنين يعني اتنين N Y على N X تمام طيب دي هتطير مع دي انا عايزة N Y على N X انا عايزة N Y على N X هتساوي الاثنين دي هتتسحب هنا في المقام هيبقى عندك هنا مفيش حاجة في البصت واحد والمقام في اربعة او اضرب طرفين فساطين وعين ن وي على ن اكس حيبقى في النهاية بالساوي واحد على اربعة يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم جي السؤال اللي جاي ده سؤال جميل جدا من الامتحان التجريبي يعتبر بر المألوف اللي احنا متعودين عليه اني بيقولك ايه في السؤال بيقولك الشكل يوضح دايرتين للطيار المتردد احداهم وتحتوي على مقاومة اومية ار والدائرة الاخرى على ملف حس عديم المقاومة الامية فاذا افترضنا ان جهد المصدرين لهم نفس الطاور فان فرق الجهد بين الطيارين اللي هو IR وIL هيمثل بالشكل يبقى احنا متعودين ان احنا تبقى عندنا دايرة واحدة الدايرة الواحدة دي بتبقى دايرة توالي باعرف الاتجاهات عن طريق ان انا بسترشد بالطيار لان دايرة التوالي بيبقى فيها الطيار واحد ومنطفق في الطاور طيار الملف وطيار المقاومة هنا عمل دايرتين بعاد عن بعض بس الرابط اللي بيربط بدهم انهم متفقين في فرق الجهد الجهد المصدرين لهم نفس الطاور فانا هسترشد عن طريق فرق الجهد بمعنى هروح للدايرة الاولى وهفترض ان فرق الجهد على محور السناب ادي في V total تمام يبقى انا تضلي الطيار لان انا ما عنديش غير عنصر واحد هنا في الدايرة الاولى فرق الجهد والطيار بيتطفقوا في الطاور فانا كده قدرت احدد فين الاي الخاصة بالمقاومة ادي الاي ار متفق مع الطاور في معلل V total في الدايرة التانية هفترض فرق الجهد الكلي برضو على محور السنات لان المفروض في الدايرة دي فرق الجهد متفق في الطاور مع الدايرة التانية فهقول ادي ال V total في دايرة الملف الدايرة رقم 2 فيها فرق الجهد كلي بيسبق الطيار بربع دورة يبقى انت لو انت هنا فرق الجهد يبقى انت طيار الملف هيبقى متأخر يبقى هنا ال I L يبقى فرق الجهد سابق الطيار بربع دورة طب لو انا عايزة ارسم العلاقة اللي بين ال I وال I انا رقيت هنا ال I R على محور السنات و ال I L على محور السادات اللي بالسالب اهي ال I L يبقى انا بدور على الرسمة دي هي الرسمة اللي انا عايزة اخطرها طيب تمام نشوف هنا هنا بيقولي ال I R وال I L بيتفقوا في الطاور مستبعدة تماما هنا بيقولي فرق الطاور بمية وتمانين درجة برضو مستبعدة هنا بيقولي ان ال I L بتسبق ال I R بربع دورة على اساس ده الدوران لا احنا عندنا ال I R هي اللي بتسبق ال I L طيب دي مزبوطة ولا لا يعني انا شايفة هنا ان ال I R بيسبق ال I L بربع دورة بس في حد شاكك انها تكون دي احنا ممكن نتعامل مع الرسمة دي ازاي بصوا كده اهي ادي ال I R و ادي ال I L احنا اتجاه الدوران كل يما دي لو انا بدأت ادور كده اهي هتبقى ال I R على محور الصدات وال I L على محور السينات بالزبط هي دي الشكل I R و I L يبقى ده الاختيار الصحيح رقم ده. السؤال لو رقم ستة لبايكة سلكين من النحاس لهم ونفس الطول فاذا كانت مساحة مقطع السلك التاني تلات امثال مساحة مقطع السلك الاول ايه اتنين لمساحة المقطع تلاتة ايه واحدة وخلي بالك من جملة انهم من النحاس يعني المقامة النوعية واحدة لانهم من نفس المادة وليهم نفس الطول يعني ال L واحدة تمام. فإن مطلوب عايز النسبة بين مقامة السلك الاول ومقامة السلك التالي عايز النسبة بين R واحد على R اتنين قانون ال R قبل ماعمل نسبة ال R بالساوي رو ايه في L على ايه لما اجي عمل نسبة مش اعملها بالرو ايه لان الاتنين مصنوعين من النحاس فهيطير مع بعض وقالي نفس الطول يبنا مش هعمل نسبة غير بين ال R وال ايه وبين ال R وال ايه فيه علاقة عكسية يعني قدام R واحد هكتب ايه اتنين وقدام R اتنين هكتب ايه واحد وعود R واحد على R اتنين اقدر استبدل ايه اتنين بيه تلاتة ايه واحد وسيب اي واحد زي ما هي يبالى عندي نسبة 3 الواحد يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ألف السؤال رقم سبعة يوضح الشكل أربعة ملفات مختلفة في المساحة وعاد لفاتها تدور جميعا حول محور عمودي على مجال منقص بيه بنفس السرعة الزاوية يبال بيه واحدة والأوميجا واحدة سرعة الزاوية واحدة فعايز ترتيب الملفات تصعوديا حسب قيمة الام اف العزمة في كل ملف نرتبه ترتيب تصعودي يعني بصغير لكبير تعالوا مسك شكل شكل تعالوا نجيب الام اف الام اف بصفة عامة عبارة عن ابن أوميجا طيب لما يكون البيه واحدة والأوميجا واحدة في الكل ايه المختلف هيبقى الام ايه والان طب نتعامل مع الام ايه والان عشان نقدر نميز بينهم يعني مثلا الام اف للشكل ايه عبارة عن المساحة بكمت باتنين ايه وعاد لفات بعشرة اتنين فعشرة بعشرين ايه طب تعالوا نجيب الام اف للشكل بيه هيبقى المساحة اربعة في عشرة باربعين ايه طب تعالوا نجيب الام اف للشكل سي عد تلاتين ايه طيب الام اف للشكل دي هيبقى عشرة ايه طب تعالوا نرتب اصغر حاجة في دول مين اصغر حاجة في دول الدي يبقى انا عندي الدي اصغر حاجة طيب مين اللي اكبر من الدي العشرين يبقى لإيه بعدها طيب من الأكبر من العشرين الثلاثين يبقى السي بعدها طيب آخر حاجة البي يبقى احنا عايزين الدي وبعدين ايه وبعدين سي وبعدين بي يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ده سؤال رقم تمانية يثبت سلك الأميتر الحراري على صفيحة معدنية لها نفس معامل التمدد الحراري ليه طبعا دي معلومة في النظر مهمة جدا طبعا للتخلص من الخطأ السفري يعني الإيجابة الصحيحة رقم دي السؤال رقم تسعة الشكل يوضح سلك تم تشكيله على هيئة أنصاف حلقات دائرية متصلة معدنية ووصلت نهايتين يعني النهاية دي والنهاية دي بعمود كهربة واحد تفهم ايه تفهم ان الطيار اللي هيمشي في كل الملفات طيار واحد اي الحلقات تكون عندها مركزها كسابة الفضل أقل ما يمكن هي كسابة الفضل ملف دائري ايه قانونها البي بالساوي ميو وإن اي على 2R طيب الميو وحدة للكل وعدد اللفات وحدة للكل لأن كل واحد فيهم عبارة عن نص لفة والطيار واحد لأن الكل متوصل على التوالب بطارية والاتنين رقم ثابت في قوانينهم الR هي المختلفة مين اللي عنده بيه أقل اللي عنده R أكبر يبقى أقل كسافة فيه فضل مع أكبر نصف قطر مين يمتلك أكبر نصف قطر الشكل الحلقة أو نصف الحلقة ايه؟ يعني هيقول الأقل ما يمكن عند ايه؟ يبقى الاختيار الصحيح رقم ألف سؤال رقم 10 سلك مستقيم يمر به طيار كهرابي ايه موضوع في نفس مستوى الحلقة معدنية كان بالشكل فإذا تحركت الحلقة فإنه يتولد خلالها طيار مستحس عكس دوران عقارب الساعة فإن تجاه حركة الحلقة كان في اتجاه النقطة ايه؟ أولا في معلومات أنا بجمعها من على الرسم وفي معلومات بكملها من فهمي أول حاجة الحلقة دي عشان ينشأ فيها طيار مستحس بدون بطارية لازم تكون الحلقة دي قطعت مجال فالحاجات اللي أنا عايزة أكونها من الرسم فين المجال فين المجال اللي قطعته الحلقة فهركز مع السلك هلاقي السلك اللي بيمر فيه طيار لازم ينشأ منه مجال مجال السلك ده اللي هيوصل للحلقة عبارة عن إكسال يبنى دلوقتي اتعكدت ايه هو نوعية المجال اللي بتقطعه الحلقة علشان تكون طيار مستحس وعرفته ازاي من السلك السلك كده عامل مجال هنا إكسال تمام يبقى دي المعلومة اللي عندي من الرسم هكمل المعلومة من فين المفروض إن الحلقة بتقطع مجال عبارة عن عمودي على الصفحة للداخل فنشأ فيها طيار اتجاه الطيار دوا قال لي عكس عقارب الساعة يعني طيارها بالشكل ده طب لو أنت عرفت طيار الحلقة تقدر تحدد مجالها أيوة مش طيار الحلقة كده يبقى مجالها عمودي على الصفحة الخارج نقطة طب إيه اللي يخلي الحلقة تعمل مجال مخالف للمجال اللي هي فيه أكيد المجال اللي هي فيه اللي هو الإكسال بيتزايد فهي حاولت إنها تقلل ونقطة طيب والمجال اللي فيها بيتزايد ده معناه إيه؟ إن فيه اقتراب طب عشان الحلقة تقترب من السلك تتحرك إزاي؟ ناحية دي ولا ناحية دي؟ طبعا ناحية دي لأعلى طيب والسي والإيه؟ لا يمكن ينتج طيار وهي بتتحرك في الاتجاه سي والاتجاه دي لإن الاتجاه ده هيبقى موازي للسلك ومنفعش اتجاه الحركة يكون موازي للمجال وبالتالي إحنا دلوقتي هيبقى الإجابة الصحيح علي رقم دي يعني الاختيار الصحيح رقم دي سؤال رقم 11 لديك أربع دوئهر كهربية تحتوي كل منها على جهاز أميتر ما الترتيب الصحيح لقراءة الأميتر؟ طيب إحنا هنرتب الأول حاجة لما يتقلني على قراءة أميتر أتأكد هل أميتر ده بيقص طيار كلي ولا طيار فرع هبص كده ألاقي الأميتر متوصل مباشر مع البطارية وهنا مباشر مع البطارية وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام يبقى ده بيقص طيار كلي طيب أنا هجيب مقاومات كل دايرة وبعدين أرتب عكس المقاومات يعني الطيار الكبير اللي هو لمقاومة الدايرة فيه أقل ما يمكن طيب نشوف الدايرة اللي هو أميتر واحد هنشوف الدايرة رقم واحد نحاول نجيب المقاومات المكافأة عندك فرع بستة وفرع بثلاثة ما هو اتنين واحد تلاتة ستة آر وثلاثة آر وثلاثة آر على التوازي تخلصهم اتنين آر حصل ضربهم على ناتج جمعهم يبقى اتنين آر اتنين آر ومعاك آر على التوالي ليه خدت الآر على التوالي لأن الآر متوصله مباشر بالبطارية فأنا بسميها توالي إجبالي فخلص الدايرة بتاعتك وتجمعها مع التوالي الإجبالي ده يبقى احنا هنقول تلاتة قل له بقى آر زائد الآر الداخلي يبقى دي كده بالنسبة لمقاومات الدايرة الأولى طيب مقاومات الدايرة التانية تعالوا نبص كده اتنين آر واثنين آر على التوازي متسويين أخد واحدة على عددهم اتنين على اتنين يبقى فيها الآر جنبها آر يبقى اتنين آر يبقى ناتج اتنين آر زائد الآر الداخلي الدايرة رقم ثلاثة فيه هنا سلك فاضي هي الغدول يبقى مش عندك غير الآر والآر الداخلي يبقى آر زائد الآر الداخلي الدايرة رقم أربعة عندك تلات مقامات على التوازي اخد واحدة على عددهم تلاتة آر على الثلاثة فيها الآر جنبها نص يبقى 1.5 زائد ال R الداخلي يبقى 1.5 R زائد ال R الداخلي تعالى بقى مين اكبر طيار ال A1 ولا A2 ولا A3 ولا A4 من هنا اقل مقاومة اقل مقاومة الاميتر رقم 3 يبقى دلوقتي A3 هي اكبر حاجة كراءة الاميتر 3 اكبر حاجة عشان مقاومته اقل مقاومة طيب مين بعد كده عندي هنا ال 2 R ولا ال 1.5 طبعا ال 1.5 اقل من ال 2 يبقى انت عندك قراءة الاميتر A4 وراه ماشي اللي بعد كده انت فاضلك هنا اتنين R زائد R وتلاتة R لا دي اللي بعدها يبقى تدير القراءة الاميتر A2 اخر حاجة الاميتر واحد هضوى في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم دل A3 اكبر من A4 اكبر من A2 اكبر من A1 يبقى هنختار الاجابة رقم دل هنا بيبقى في سؤال عند الطلبة وامتى اطبق قعدة فيلمينج لليد اليمنى وامتى اطبق قعدة فيلمينج لليد اليسرى اعتبارها قصة ليها بداية لو عرفت بدايتها هتقدر تكتب انهاية بتاعتها بمعنى احنا عندنا دلوقتي القعدة فيلمينج لليد اليمنى بتتكلم عن حركة ومجال وطيار لو هو بدأ القصة ان في عندك طيار في عندك طيار بيمر في سلك وكان السلك ده موجود في مجال يبقى انت بدأ اهو الكلام سلك بيمر في طيار وموجود في مجال يبقى دي بداية القصة يبقى النهاية لازم السلك هيتحرك وادام السلك هيتحرك يبقى هيتأثر بقوة مغناطسية يبقى انت اطبق قعدة فيلمينج لليد اليسرى لكن لو كانت القصة بتقول ان انت عندك سلك بيتحرك وهو بيتحرك كان موجود في مجال يبقى نهاية القصة انه لازم يجيله طيار والطيار ده يبقى اسمه طيار مستحس ويتحدد بقعدة فيلمينج لليد اليوم تعالوا نشوف السؤال هنا لو قصة بتبدأ منيه في الشكل موضح اثناء تحريك القضيب اي بي جهة اليمين يبقى انت القصة بتتكلم عن حركة والحركة دي في مجال يبقى اللي هيجي ده طيار طيار مستحس يبقى انت معك قعدة فيلمينج ياد اليومنا طب تمام هنستخدم قعدة فيلمينج ياد اليومنا ازاي؟ هو نخلي الورقة كده كانها زي الصبور ادي عندك المجال ديalyst اليوم و ادي اتجاه الحركة يبقى الطيار هيبقى لاعلى لو الطيار هيمشي لاعلى امشي كده في البطارية الاعلى يعني هيمشي كده هيحوط كده يعني هتقدر تكمل الاسهم في كل مكان يبقى الطيار المستحس عداء اتجاهه في كل مكانه طيب انت حددته وريني بقى تجاه البطارية الطيار البطارية بيخرج من القدب المجا طب السهم بتاع البطارية بسهم الطيور مستحس الاتنين ويا بعد يبقى ده يؤدي الى زيادة في اضاءة المسباح زيادة لحظية يبقى اذا اضاءة المسباح هتزداد يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم ده السؤال 13 امامك سلكين واحد واثنين متعمدين في مستوى واحد يمر في كل منهما طيار كهربي اي واحد واي اتنين على الترتيب فان اتجاه القوى المغناطسية اظن هو طالب القوى المغناطسية المؤثرة على السلك واحد قوى مغناطسية يعني انت هتطبق قاعدة فيلم الجاد اليسرى اظن السؤال هنا واضح ماشي نتيجة تأثيره بالمجال الناشئ عن مورو طيار كهربي في السلك اتنين علشان السلك ده يتأثر بقوى مغناطسية اولا هو بيمورو بيه طيار تمام بس لازم يكون موجود في مجال مجال مين؟ مجال السلك ده طيب مجال السلك ده بحقق ايه هنا طبعا لما قلت الابهام مع الطيار يبقى انا حادي اكساده هنا نقط فانا اقدر اعمليه اشيل السلك ده اللي هو السلك اتنين واعمل مجاله يبقى انا فهمت ايه بقى يبقى انا فهمت ان معايا السلك واحد موجود في مجال السلك اتنين ده هو اللي هي عبارة عن نقط يعني عمودة على الصفحة للخارج وبقعدة فيلم الجاد اليسرى هنقول ايه ادي المجال للخارج والطيار يبقى اذا القوة هتأثر لأعلى القوة كده هتأثر لأعلى اذا الاجابة الصحيح هتكون ألف لأعلى الصفحة سؤال رقم 14 اوميتر اتصل بالمقاومة الخارجية اكس قمتها 400 اوم يبقى احنا عندنا المقاومة الخارجية بنسميها ار اكس قمتها 400 اوم فالحرف المؤشر الى 3 تربع التدريج اي انحراف غير نهاية التدريج بنسميه اي في الاوميتر يبقى الاي 3 تربع التدريج كله بنسميه اي جي تمام وعند استبدال قبل ما هستبدل انا عايز اعرف ايه اللي ممكن استفاده بالمعلمتين دول في الحالة الاولى معايا ار اكس ومعايا الطيار انا ممكن اعرف قيمة مقاومة الجهاز مقاومة الاميتر ازاي هنستخدم العلاقة اللي بتقول اي جي على الاي بتساوي الار الجهاز زائد المقاومة الخارجية اللي هي ار اكس على ار جهاز تعالنا عوض الاي جي سيبها زي ما هي والاي عوض عنها بتلاتة على اربعة اي جي دي هبطير معدي مقام المقام بسطي باربعة على تلاتة كمل ار الخارجية اي اصلي ار الجهاز مش معروفة زائد الار الخارجية او الار اللي هي المقامة اللي هي ار اكس كمتها ربعمية على ار الجهاز اللي هي مش معلومة طيب هتعامل مع الجزئية دي كده هضرب طرفين فاسطين اربعة في ار داش باربعة ار داش بتساوي تلاتة هوزع تلاتة ار داش زائد تلاتة في اربعة باثناشر في صفرين طيب هوادي دي النحية دي باربعة ار داش منها تلاتة ار داش يبقى الار داش بتساوي الف ومتين يبقى انا عرفت مقاومة الجهاز الاميتر الف ومتين ومقاومة الجهاز من الداخل ما بتتغيرش تعالوا نكمل السؤال فلو انا استبدلت الار اكس بار اكس تانية مقامة الخارجية بوحة تانية قمتها ستة الاف يبقى انا معايا ار اكس جديدة قمتها ستة الاف وفي نفس الوقت معايا ار الجهاز زي ما هي الف ومتين فعايز المؤشر ينحرف الى ايه عايز قيمة الاي طب هنستخدم نفس القانون الاي جي على الاي بتساوي الار الجهاز اللي احنا حصلنا عليها الف ومتين زائل الار الخارجية الجديدة اللي هي ستة الاف على ار جهاز اللي هي الف ومتين هيطلع الناتج ده بالال حسبة عبارة عن ستة على واحد طب انا عايزة الاي يبقى ستة في اي بستة اي بتساوي واحد في اي جي باي جي يبقى الاي عبارة عن يبقى الاي عبارة عن اي جي على الستة يعني الطيار هيبقى ستس الاي جي او ستس التدريج يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف سؤال رقم خمستاشر أمامك أربع مواصلات منتظمة المقطع من نفس المادة مختلفة الأبعاد فإن ترتيب هذه المواصلات تصعدياً حسب مقاومتها القهربية هو إيه؟ طيب المقاومة زي قرونها الر بساوي رو إي في إيه على إيه؟ طيب تعالوا كده نرتب نشوف أول شكل شكل إيه؟ نجيب المقاومة لي هنقول الأربع مواصلات منتظمة من نفس المادة يعني الرو إيه واحدة يبقى الرو إيه الطول هنا كام؟ 2 إيه على المساحة 2 إيه؟ اللي 2 تطير مع الاتنين يبقى ده عبارة عن الرو إيه في إيه على إيه تمام أدي كده الشكل إيه؟ نروح للشكل بيه نجيب الر هنقول الرو إيه الطول إيه والمساحة 3 إيه؟ يبقى هخلي الرقم في الأول يعني ده عبارة عن طلت رو إيه في إيه على إيه الطلت دي عبارة عن 33 من ميه ماشي؟ نروح للشكل سيه نجيب الرو إيه في الإيه 2 إيه على إيه؟ يبقى ده عبارة عن 2 رو إيه في إيه على إيه ماشي؟ نروح للشكل ديه نجيب الرو إي والإل بإل والمساحة باربعة إيه؟ يعني ده عبارة عن ربع رو إي في إل على إيه؟ ربع يعني 25 من ميه أصغر حاجة إيه؟ 25 من ميه ولا 2 من 10 يعني 23 من 10 أو 25 من ميه ولا 23 من ميه؟ طبعا الأصغر 25 من ميه يبقى أصغر حاجة البي وبعدين وبعد الدي هنروح لي البي وبعدين طيب إحنا كده خلصنا الكسور فاضل هنا دول اتنين ودول واحد يبقى ده بعديها يبقى الايه؟ آخر حاجة اللي هي الاتنين اللي هي السي نشوف اللي هو موجود في الاختياطة على الدي وبعدين البي وبعدين الاي وبعدين السي يبقى الإجابة الصحيحة على رقم ده سؤال رقم 16 الشكل المقابل يوضح مواصلين مواصل X و مواصل Y إذا علمت أن المواصل X يمر به طيار شدته I بينما المواصل Y يمر به طيار شدته 2 أمبير فإن شد الطيار الكهرابي I اللي تجعل كسافة الفيضة عند النقطة M تساوي 0 يعني نقطة M نقطة تعادل طيب نروح لنقطة M و نسألها إن تجالك مجال منين؟ هتقول مجال من السلك ومجال من الملف الدائري طيب السلك الجزء ده والجزء ده مش جالك مجال منه وعلى لا إن مفيش مجال للسلك على امتداده يبقى بتالي النقطة M يبقى المجال اللي جاي لها من الملف بيساوي المجال اللي جاي لها من السلك علشان ده نقطة تعادل يبقى هنقول B ملف بيساوي B سلك B ملف يعني M U N I على 2 R وB سلك M U I على 2 B D تعال نعود آدي إنه الأول ميو هتروح مع الميو والتو هتروح مع التو عدد اللفات في الملف الدائري نص لفة الطيار قمتوا اتنين هنا نصف القطر دي يبقى احنا هنكتب D واحدة ماشي وهنا الطيار مجهول وي البي A وي الدي قمتها D تقوم دي تطير مع دي ودي تطير مع دي يبقى أصبح I على البي بيساوي واحد يبقى إدراف طرفين فساطين يبقى I هتساوي باي يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ده السؤال الده رقم 17 أي مجموعة مقامات تعطي مقامة كلية قمتها R تمام تعالي نشوف الشكل ألف الشكل ألف عندك مجموعة توازي في التوصيل على التوازي تبقى المقامة المكافأة أقل من أقل واحدة فيهم أقل واحدة فيهم قمتها R فالمفروض إن التوتل بتاعهم هيطلع أقل من R يبقى دي مستبعدة من غير ما تحسب لإن هو مش عايز أقل من R طيب شو بالشكل ده هتلاقي شكل ده كمان مستبعد لأن مهما خلصت التوازي هتجمعه مع الR فيبقى الناتج هيبقى أكبر من R وهو عايز قيمة R بس يبقى ده كمان مستبعد طيب تعالي نشوف شكل إيه عندك الطرف ده عبارة عن R و 3R فوق 4 وتحت هنا فيه 4 خلص ال4 مع ال4 يبقى ناخد واحدة منهم على عددهم تطلع 2R هتبقى 2R مع ال2R على التوازي اخد واحدة على عددهم هيبقى الناتج R يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم به السؤال الرقم 18 مولد طيار متردد ملفه يتكون يبقى احنا عندنا عدد اللفات 12R مساحة المقطع 8 من 100 و متر مربع مش محتاجة تحويل مقاومة سلك الملف الكلية عندنا R بالساوي 22 او يدور الملف في مجال منتظم شدته الB 6 من 10 تسلا لينتج طيار تردده معايا التردد 50 هرتز فإن القيمة العظمى للطيار عايز من الدينامو عند توصيله بمقاومة خارجية مهمة تمام احنا عندنا الامف ماكس عبارة عن ابن 2 باي اف الامف ماكس دي افكها لآي فار بالساوي ابن 2 باي اف يبقى انا عايزة اجيب قيمة الاي ماكس هقول الاي ماكس بالساوي المقدار ده على الار المساحة بكم بتمانية من مية وكسافة الفيض 6 من 10 وعدد اللفات اتناشر وعدد تو والباي باتنين وعشرين على سبعة والتردد بخمسين على الار البعيد على القريب على الار اللي هي عندي قيمتها باتنين وعشرين هيطلع معايا الناتج تمانية وثلاثة وعشرين من مية امبير يعني اجابة الصحيحة تبقى رقم ألف السؤال لرقم تسعتاشر عندنا ملف دائري مساحة المقطع مساحة المقطع بسنتمتر مربع فهاخد العشرة اضربها في عشرة أسالة باربعة عشان احول المتر مربع مكون من تلاتين لفاي بعد اللفات تلاتين يمر به طيار كهرابي شدته الاي باثنين أمبير موضوع في مجال كسافته البي بثلاثة من عشرة تسلة اذا علمت ان اتجاه عزم سناء القطب يصنع زوية تلاتين معايا سيتا تلاتين حيث ان السيتا دي بين عزم سناء القطب والمجال فان عزم الازدواج المؤثر على الملف بيسوي ايه؟ طالب مني التاو التاو بتساوي بيان صين سيتا مين هي السيتا؟ هل هستخدم التلاتين ولا المتممة؟ لو انا عرفت مسميات السيتا السيتا اللي بين الملف والعمودي على المجال او العمودي على الملف والمجال او الزاوية اللي بين عزم سناء القطب والمجال طيب مديا بين عزم سناء القطب والمجال خلاص يبقى دي مصرح بيها أستخدمها ماشي يبقى التاو هتساوي البي عندي بتلاتة من عشرة وي الطيور عندي باتنين وي المساحة عشرة في عشرة أسسالة باربعة عدد اللفات بتلاتين صين تلاتين بنص هيطلع معايا التاو قمتها تسعة في عشرة أسسالة بتلاتة نيوتن في مت يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم دال السؤال الرقم 20 باستخدام البيانات المدونة على الدائرة التي أمامك عايز قيمة آي 2 على آي واحد هذه الدائرة عبارة عن ثلاث أسلاك وثلاث ألوان هنيجي عند نقطة خارج منها الثلاث أسلاك ونطبق قانون كرشو في الأول عندنا آي واحد داخل وهيساوي اللي خارجين آي 2 وآي 3 آي 2 زائد آي 3 إذا بطيار الداخل بيساوي الطيار الخارج تعالوا نتبع المسارق ده هنعمل سهم على البطارية من السالب الموجب وسهم على البطارية من السالب الموجب ونعمل مستطيل جوه المستطيل ونفترض إن إحنا هنمشي وراء هذا المسارق اللي هو المسارقم واحد هنبدأ نكتب يساوي لو عندي بطاريات هكتبها هنا وفروق الجهدة هكتبها هنا مين البطاريات اللي هنا؟ عندك البطارية دي V-Battery عليها سهم واتجاهه مع المسارق اللي أنا افترضته فهجيبها بالموجب V-Battery وعندك على البطارية دي سهم بس اتجاهها مش مع المسارق وعالفكرة دي كمان V-Battery عليها سهم يبقى هتبقى بالسالب سالب V-Battery هيتساوي تمام؟ نمشي كده في السلك اللي باللون الأزرق هل في مقاومات أيوة R؟ ماشي فيها مين؟ A2 A2 معنا؟ لأ عكس السهم بتاعنا يبقى تجاب بالسالب سالم R في A2 طيب نمشي على السلك اللي باللون الأخضر هنلاقي في مقاومة قامتها R ماشي فيها طيار A3 واتجاهه مع اتجاه السهم يجاب بالموجب يبقى R A3 طيب V-Battery نقص V-Battery هيبقى بسفر هيساوي سالب R A2 زائد R A3 هوادي دي ناحة تانية بإشارة مخالفة طب R A2 بساوي R A3 ال-R هتطير مع ال-R يبقى أنا اكتشفت أن ال-I-2 بساوي ال-I-3 هاجي هنا يا عوة هقول I-1 بساوي هسيب I-2 زي ما هي واستبدل I-3 ب-I-2 من المعلومة اللي أنا وصلت لها يبقى I-1 بساوي 2 I-2 يبقى أنت عايز I-2 على I-1 I-2 على I-1 مترجعش فاضي يبقى يساوي 1 على 2 يبقى الاختيار الصحيح هيبقى رقم G السؤال لرقم 21 يوضح الشكل مصدر متردد القيمة العظمى لجهده يبقى احنا معانا V-max 200 و وتردده التردد 50 هرتز تمام متصب الملف حس عبارة عن حس وزات L عديم المقاومة الأمية قادي الملف X هو الحس الزاتي L عديم المقاومة الأمية فإذا علمت أن القيمة الفعالة لشدة الطيار المارج البائرة عندك I-Effect بالساوي 2 أمبير ماشي فما قيمة؟ طيب قبل ما أسأل عن اللي هو طلبه تعالوا نشوف إيه المعلومات اللي ممكن أستفادها وإيه اللي ممكن أجيبه من المعلومات دي أنا معايا الفي ماكس أقدر أجيب منها الفي إفكت الفي إفكت بتساوي الفي ماكس 200 على جزر 2 طب تمام أنا أقدر أجيب لك الـ XL بتاعت الملف دلوقتي يبقى الـ XL بتساوي الفي إفكت على الـ I-Effect الفي إفكت اللي هي كام 200 على جزر 2 على الـ I-Effect اللي هي 2 من هنا الـ XL هتطلع بـ 70 و71 من مية طيب أقدر من الـ XL دي أجيب الـ L total أيوة هقول الـ XL بتساوي 2 باي F-L طب أنا عايزة الـ L يبقى الـ L بتساوي بعيدة القريب الـ XL اللي هي 70 و71 من مية على 2 والباي بـ 22 على 7 والتردد بـ 50 هتطلع معايا قيمة الـ L 22 من مية هنا يبقى أنت عندك الملف ده مواصفاته إن الـ XL بتاعته 77 من 10 وـ L بـ 22 من مية تمام طيب فبيقولي فما قيمة معامل حس الزاتي لملف أخر عايز يجيب كمان ملف في الدايرة دي يتصل مع الملف X فممكن يجيب ويوصله مع الملف X على التوالي وممكن يوصله مع الملف على التوازي عايز بس أهم حاجة إنه يزود القيمة الفعالة للطيار المار بالدايرة للضعف وطريقة التوصيل إيه يبقى هو عايز يجيب ملف تاني ويقولي طريقة التوصيل وشكلها إيه عشان يزود الطيار للضعف الـ I بتساوي الـ V على الـ XL تمام طبعا الـ XL عشان هتجيب ملف تاني الـ V افكت زي ما هي 200 فولت مش هتتغير طيب تمام يبقى عشان أزود الطيار للضعف لازم الـ XL تقلل النص والـ XL تقلل النص يعني الـ L تقلل النص طب زي نقللها النص نجيب ملف تاني الـ L بتاعته عبارة ومش ده 22 من 100 هنري نجيب برضو ملف الـ L بتاعته 22 من 100 هنري علشان نوصلهم مع التوازي لأن في حالة التوصيل على التوازي هناخد واحدة منهم على عددهم يبقى الناتك 11 من 100 يبقى انت عملت ايه بقى في الـ L توتل قللتها للنص يبقى الـ XL توتل قلت للنص يبقى 22 من 100 هنري وهوصله على التوازي عشان يحقق لغرض المطلوب يبقى الاجابة الصحيحة تكون رقم B السؤال رقم 22 في الدائرة التي امامك عند غلق المفتاح K اي صف يعبر عن قراءة اجهز الفلتانيتا V1 V2 V3 بصورة صحيحة لما هتقف المفتاح ده يبقى انت كده وصلت سلك على التوازي مع الـ 2R والـ 2R فهي لغيهم ويبقى V1 ما عندوش مقاومات بين طرفي وبالتالي V1 هيقرأ 0 طيب لما انت لغيت مقاومات ايه لا يحصل للطيار الكلي في الدائرة الـ 2R هتزداد لانك لغيت مقاومات من الدائرة طيب ماشي يبقى V1 هيقرأ 0 طيب V2 هتقرأ ايه V2 بتقرأ I V2R من الـ I الطيار الكلي في قيمة المقامة اللي بين طرفي الفولتاميتر V2 اللي هي 2R طيب ايه لا هيحصل اللي 2R زي ما هي مش هتتغير لكن الـ I هيزداد يبقى V2 تزداد طيب نشوف الفولتاميتر V3 محوط على بطارية وعلى مقاومة يبقى V3 هيقرأ I هل هيقرأ VB لا هيقرأ VB ناقص IR اللي جنبها يعني البطارية مكسب والR خسارة طيب كده هتبقى في علاقة تناقصية بين الطيار والV3 طيب الطيار هيحصل له ايه هيزيد يبقى V3 هيحصلها ايه هتقل يبقى V3 هتقل ندور على اللي بيقول كده هلاقي الاختيار ألف تصبح صفر تزداد تقل يعني الاجابة الصحيحة تبقى رقم ألف السؤال رقم 23 عندنا المطيار متردد عدد اللفات الانت بمئة لفة ومساحة المقطع 250 سنتمتر مربع يبقى نقوم 250 في 10 أسسال بأربعة يدور داخل فيد كسفته البي 200 بس خلي بالك دي ملي هنضرف 10 أسسال 3 مبتدئا من الوضع العمودي يعني بدأ الدوران من الوضع العمودي على الفيد بحيس يصل الجهد للقيمة القيمة العظمى ابتداء من الوضع العمودي بيساوي 2F فانت قلتلي عدد مرات الوصول كام 100 مرة طيب 2F طبعا F تيه هيبتلي ثانية واحدة يبقى 2F بس يبقى F بساوي 100 على 2 يعني 50 هرتز يبقى دي معلومة أعرف منها الطرق فعايز القيمة الفعالة للجهد هنقول له E M F افكت عبارة عن ابن 2 المساحة بكم 250 في 10 أسسالة بربعة وي بي بمتين في 10 أسسالة ثلاثة وي الان بمية ودي الاثنين والباي بـ 22 على سبعة والتردد بخمسين على جزر اثنين هيطلع الناتج معاية 111 واحد من عشر فولت يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم بي السؤال الرقم 24 جرس كهرابي قدرته خلي بالك ان الجرس ده 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 كده مسألة محاول كهرابي محاول كهرابي الجرس ده الجهاز و الملف اللي بتوصل بالجهاز بنسميه VS وكده القدرة ده قدما توصلها بالجهاز يبقى دي بور S يبقى بور S واحد و عند مرور طيار كهرابي شدته نص أمبير يبقى 95 على 100 ماشي وعدد لفات الملف الثانوي ال-N-S بتساوي 1 على 100 من ال-N-B طيب أضرب المعادلة دي في 100 يبقى 100-N-S بتساوي N-B طب عايزة N-B على N-S N-B على N-S مترجعش فاض N-B على N-S مترجعش فاض يبقى 100 على 1 100 على 1 يبقى دي معلومة هستفد منها في المسألة تمام فعايز فرق الجهد المصدر والمتصل بالملف الابتدائي المصدر يعني يبقى عايز V برايمري V ابتدائي تمام طيب أنا لازم يكون معايا V-S ال-V-S هجيبها من هنا لأن ال-POWER S بيساوي V-S I-S فأنا عايز أجيب ال-V-S يبقى ال-V-S بيساوي ال-POWER اللي هو واحد على I اللي هو نص حيطلع معايا اتنين بول هستخدم قانون للكفاءة أنا عندي الكفاءة بالسام V-S على V-B في بال-N بقى N-B على N-S وانا عملتلكم فيديو في شرح للقوانين دي يبقى V-S على V-B في N-B على N-S في 100 طيب هقول ان الكفاءة خمسة بتسعين على 100 اخدم كتبت المية هنا ما تكتبهاش تاني هنا يبقى دي كده مش هنكتبها تاني ماشي ال-V-S بكم ال-V-S باتنين وال-V-B مجهولة ماشي في ال-N-B على N-S اهي 100 على 1 انا عايزة ال-V-B هقول الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول يبقى ال-V-B هتساوي الطرف المتصل 100 في 2 في 100 على الطرف اللي فيه مجهول اللي هو 95 هطلع معايا قيمة ال-V-B بـ 210 و 53 من 100 يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم G السؤال 25 الشكل المقابل يوضح دائرة طيار متردد تتكون من مصدر طيار متردد القيمة العظمة للجهد 250 هنجيب احنا بقى ال-V-E-F-E-C للمصدر هنقول 250 على جزر اثنين لان ال-V-E-F-E-C بساوي ال-V-MAX على جزر اثنين وملف حسمهم المقاومة الأومية وأميتر حراري مقاومته الأومية 12 يبقى احنا عندنا مقاومة في الدائرة قامتها 12 أوم وده معناه ان انت معاك دائرة R-L يعني دائرة فيها ملف ومقاومة تمام متصل معنا على التوالي فإذا كانت كراءة الأميتر طبعا الأميتر بيقرأ للطاير الفعال 10 أمبير يبقى انت عندك ال-I-E-F-E-C بالساوي 10 أمبير المطلوب عايز منك اللي فعلها الحسية عايز ال-XL ال-XL ممكن ان احنا نجيبها من ال-L-B-I-F-L وده مستحيل لاني مش معايا ال-L وممكن اجيب ال-XL بالزد يقول الزد بيساوي الجزر التربيعي ل-R تربيع زائد XL تربيع طيب انا معايا ال-R اه معايا ال-R بس اش معايا الزد اقدر اجيب الزد الزد بالساوي ال-V افكت على ال-I افكت طيب تعالوا كده نعوض ال-V افكت ب250 على جزر 2 على ال-I افكت اللي هي 10 هتطلع الزد قيمتها بكام ب17 و67 من طيب اجيب بقى ال-XL زاي هقول ال-XL بالساوي الجزر التربيعي بزد تربيع ناقص ال-R تربيع تعالوا نعوض ناقص ال-R اللي هي 12 الكل تربيع هطلع القيمة 12 و98 من يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم به السؤال رقم 26 عندنا جلبانومتر حساس مقاومة ملفه 15 تم توصيله بمجزئات طيار مختلفة لتحويله الى اميتر زو مدى مختلف في كل مرة اي شكل الاشكال التالية ومثل اميتر له اكبر مدى قياس في الجلبانومتر بيفضل توصيله بمجزئ طيار صغير على التوازي علشان كل مقلة القيمة لمجزئ الطيار كل مزداد المدى وبالتالي لو انت عايز تعرف مين الجهاز اللي ليه مدى اكبر شوف اقل مجزئ طيار متوصل به عندك هنا مجزئ الطيار خلص التوازي دول اللي باللون اخضر ده كده مجزئ الطيار فيه منهم اللي عايز يتخلص كتوتل وفيه الواحد بس هنا هنخلص الخمسة مع الخمسة توازي تخلصهم اتنين ونص يبقى هنا مجزئ الطيار كنتو اتنين ونص هنا خمسة على ثلاثة حيبقى قيمة هنا واحد وستة من عشر هنا خمسة بس وهنا اتنين بس مين اقل مجزئ طبعا اختيار الصحيح يبنى عندي الساعة عشرة هضرف عشرة قسي سالب ستة عشان احولها الفرات تم توصيله بمولد زبزبات تردده التردد عبارة عن الف هرتز له قوة دفعة كهربية عظمة المف ماكس بساوي خمسة فولت ده المصدر فتكون القيمة العظمة للطيار الكهربي المعرف الدائر القيمة العظمة المف بساوي المف اللي هي عندي على طيب انا عندي الفي ماكس لكن ما عنديش الاكسي سي نجيب الاكسي سي بتساوي واحد على 2 باي اف سي نعود ادي الواحد و ادي الاثنين الباي باثنين وعشرين على سبعة والتردد بألف والساعة عشرة في عشرة سالب ستة هيطلع معايا قيمة الاكسي سي بخمستاشر وتسعة من عشرة او هاجي هنا اعود هقول الاي ماكس بتساوي الفي ماكس اللي هي خمسة على الخمستاشر وتسعة من عشرة هيطلع معايا الناتج تلاتة من عشرة امبير يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم ده سؤال تمانية وعشرين يقول لي عمود كهرابي مجهول لقوة الدفع الكهربية متصل بمقاومة ار واحد فكانت شدة طيار المار بي نص امبير وعند استبدال المقاومة ار واحد ومقاومة تانية ار اتنين قمتها تسعة اوم اصبحت شدة الطيار المار تلاتة من عشرة امبير اللي هو شكل اتنين فان القوة الدفع الكهربية اللي عمود تسوي ايه طبعا ممكن حد يفكر يقول فيه عبارة عن ايف ار يضرب ايف ار هنا طبعا ده مش صحيح لانك لو ضربت ايف ار هنا ضربت خمسة في نص هطلع معاك اتنين وخمسة من عشرة وضربت هنا ايف ار هتلاقي تلاتة من عشرة افتسعة هطلع اتنين وسبعة من عشرة طيب ده معناه ادام هنا البي بتر اتغيرت وهي نفسها البطارية هي هي الاستبدال تم في المقاومة بس ادام القيمة اتغيرت ده معناه ان البطارية ليها مقاومة داخلية وبالتالي هنستخدم معدتين هنيجي عشكل واحد ونقول ان احنا عندنا البي بتري عبارة عن الاي في الار الخارجية زائد الار الداخلية اللي انت ما قلت ليش عليها بس انا عرفتها طيب البي بتري هسيبها في بتري الاي في الدايرة الاولى قيمتها نص والمقاومة الخارجية خمسة والار الداخلية مجهولة طيب يبقى البي بتري هتساوي نص في خمسة باثنين وخمسة من عشرة نص في ار بيبقى نص ار كده خلاص دي معادلة اولى هروح للدائلة التانية هجيب منها معادلة تانية هقول البي بتري بتساوي الاي اللي هي تلاتة من عشرة في الار زائد ثلاثة من عشرة ار بيخده المعدلة رقم اتنين ادام دي بي بتري دي زيها في بتري فانا هساويهم ببعض هقول الاتنين ونص زائد نص ار هتساوي اتنين وسبعة من عشرة زائد ثلاثة من عشرة ار هسيب النص ار زي ما هو ووديله التلاتة من عشرة ار بإشارة مخالفة يبقى نص ار يعني خمسة من عشرة هي منها ثلاثة من عشرة يبقى أنت عندك هنا اثنين من عشرة ار سيبقى الاتنين وسبعة من عشرة هنا ويجودلها الاتنين وخمسة من عشرة هيبقى معاك اثنين من عشرة يبقى الار بتساوي واحد قوم طيب انا عرفت الاص الار ممكن عود في المعدلة دي او دي برحتي سؤال رقم 29 الشاك المقابل يوضح دائرة RLC موصلة بمصدر طيار متردد قوة الدفع الكهربية 200 فولت والتردد 50 هرتز مستعينا بالبيانات المدونة على الشاك فعايز المعاوقة الكلية لدائرة بنجيب ازاي المعاوقة لدائرة RLC بنقول الزد بالساوي الجزر التربيعي لR تربيع زائد XL ناقص XC كل تربيع طيب انت معاك الR ايوة معايا الR لكن مش معاك الXL ولا الXC تعالوا نجيب واحد واحد الXC هيساوي واحد على 2BFC تعالوا نعود ادي واحد وادي الاثنين والباي بـ 22 على سبع والتردد عندنا في الرسمة بخمسين والساعة بخمسة وثلاثة من عشرة خمسة وثلاثة من عشرة في عشرة والسالب خمسة فراض يعنيش محتاجة تحويل هتطلع معايا الناتج 60 قوم طيب نجيب الXL الXL بتساوي 2BFL طيب ادي التو والباي بـ 22 على سبع والتردد بخمسين والل اللي عندي بـ 7 على 22 7 على 22 دي تطر معدي ودي معدي 2 في 50 بميت قوم طيب نعود بقى نقول ان الزت هتساوي الجزر التربيعي لـ R تربيع عندي المقاومة بـ 130 يبقى 30 تربيع ناقص الXL اللي هي 100 ناقص الXC اللي هي 60 بكل تربيع هيطلع معايا الناتج 50 قوم يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم B سؤال رقم 30 يمثل الشكل البياني واحد نمو الطيار الكهرابي خلال ملف حس حسو الزت L متصل البطارية لحظة غلق الدائر أي الملحانات البيانية الموضحة بالشكل 2 يمثل نمو الطيار عند وجود صاق من الحديد المطور طب تمام احنا عندنا هينشأ في الملف بالحس الذاتي IMF مستحسة عكسية الـ IMF دي بساوي سالب L في دلتا I على الدلتا T لما انت هتستخدم قلب من الحديد انت بتزود الـ L وبتزود الـ IMF العكسية IMF العكسية دي بتمانع الطيار وبتأخر نموه يعني ايه تأخر نموه؟ يعني لو عندك الخط البرتقاني ده خد وقت قيمته 40 ميلي سنية عشان يوصل لحالة الاستقرار او يوصل لحالة القيمة العظمى السبات يعني فانت هتستغرق وقت اكتر من 40 ميلي سنية في وجود القلب الحديد عشان يوصل الى هذه الحالة يبقى انت هتختار مين؟ هتختار الخط الموف لان الخط الموف هيستغرق وقت حوالي اكتر او 60 ميلي سنية عشان يصل الى حالة الاستقرار طب الخط اللي بلقول لحمر ده مستبعد ليه؟ لان عملية النموه بتاخد كربة متاخدش خط مستقيم وبتالي الاجابة الصحيحة هيبقى يمثل به المنحنة رقم 3 يعني الاجابة الصحيحة هيبقى